في الأثناء أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محمى خليل ضرورة احترام سيادة العراق وأيضا عدم التدخل بشؤونه مشيرا إلى أن النظام الديمقراطي العراقي لا يسمح بإيواء جماعات معارضة لبلدان أخرى على أراضيه اليوم نحن في نظام فدرالي ديمقراطي والمادة 110 من الدستور العراقي يلزم الحكومة العراقية الحفاظ على أجواء العراق مياه العراق نظام السياسي نظام الديمقراطي وفي مادة الثامنة أيضا عدم تدخل في الشؤون الداخلية دول المجاورة في نفس الوقت الدول المجاورة يجب أن يحترم العراق والتعامل بالمثل نحن لا نقاوي أي معارضة بشكل علني كما هو معلوم أنا أعتقد العراق لا يسمح لها ولا نظامه الديمقراطي تسمح لهذا أما إذا كانت طبيعة الجغرافية تسعب على الجهات أو الحكومة أن تم أن تسيطر على الحكومة على هذه المناطق الوعرة أنا أعتقد لا من حد الأحد أيضا أن يفرض على العراق مطالب تعجيزية من مصلحة الإيران ومصلحة العراق كما هو معلوم به احترام أجواء العراق ومياه العراق وعدم تدخل في شؤونها ترجمة نانسي قنقر